ما شاء الله أعطيك العافية نجلاء العامر فنانة تشكيلية تميزة بفنون الرسم على اللوحات والأواني والأثاث وأيضا تميزة بفن الضربة الواحدة اليوم راح تعلمنا عن أكثر عن فنها التشكيلي أعطيك العافية نجلاء ويساعد صلاحي كان أعطوه لأخذت واحدة وحطيتها على العامر صباح خير نجلاء نوربعنا في الصباح السعودية أولا مثل ما قلنا فن الضربة الواحد أو فن الضربة الواحد هو فن أول شيء سعيدة بتواجد معكم اليوم شكرا على الاستضافة هو فن حديث معاصر يعتمد على الدمج يتيح لنا الرسم بأساليب جدا مختصرة وسريعة عتمد فيه بدل ما أنا مثلا أدمج ظل ونور ودخل اللونين في بعض في اللوحة على طول أحط الألوان على الفرشات وضربة واحدة أخلصها جميل ما شاء الله يعني أيضا فيه كثير من الفنون التشكيلية اللي انتشرت في السوق خلينا شوف شوية أشال الفن التشكيلي اللي تميزت في حضرتك بالنسبة لي يعني أحب أجرب أنا يعني أحب كل فترة مثلا أحترب شيء معين أنتقل للمجال اللي بعدها رسمت بالألوان الزيتية بالألوان الخشبية برضو مثل ما شايفين بألوان الأكريليك تخصصت فيه يعني من عشاق ألوان الأكريليك برضو ما اقتصر يعني رسمي على اللوحات فقط لأحبت أجدد أطلع عن اللوحات يعني وأبتكر أطلع عن المألوف صح؟ ما شاء الله رسمة العين هذه شدتني يوم دخلت للسدية وشفتها هذه بالأكل ليك ما ما طلعت سألت وصورتها طيب نجلع السؤال ما شاء الله تبارك الله هل هذه الموهبة درستيها أو موهبة منذ صغيرة وجاسة تنميها مو بدراسة مو بتدريب من جرد أنها هواية ومارستيها ومن ثم التطور جاء يوم عن يوم والله كل الأثنين يعني أنا تخصص فيه كدراسة غير كذا هو موهبة منذ الطفولة يعني بس بعد الجامعة حبيت أنميها يعني مع الدورات حضور المعارض يعني الفيديوهات التعليمية وكذا فمع الممارسة أريد اليد تطور يعني جميل يعني الرسم أكيد يجي من الخيال أو من موقف أو حتى تستوحي من قصة معينة ولكن قبل أن أذهب إلى رسماتك أنت من وين يعني من وين يجي خيال الرسم عندك من وين أتسلهمها يعني تستلهميها فيها يعني رسم أيضا على الملابس صح يعني مثل ما قلت لك يعني أحب أنوع وأبتكر مو ضروري طبعا الفنان لازم يمر موقف معين أو مثلا قضية معينة أو فعالية معينة حلو الواحد يعني أنا أعتبره يعني غذاء للنفس يعني أوه سبحان الله أول ما أبدأ أرسم خلاص صفائل الذهن أيوة زي ما قلت يعني الفنان حلو أنه يجدد يعني كل فترة كل فنان يعني في فرغ طاقته وكلامه دائما الفنان يتكلم بموهبته الفنان الغنائي يغني عشان يطلق الفنان الرسد يرسم عشان يطلق الأشياء يعني مو شرط أنه في داخل شي يعني غصبنا حلو أنه على طول أنت من أي شيء ممكن تستلهمين تتكلم على رسمة العين وش هل كان استلهام معين أو مجرد رسمة رسمتها أي واحدة هذه ورسمة العين أيوة لا هي كانت صراحة يعني محاكاة لرسمة معينة بس يعني حطت لمستي الخاصة يعني حتى لو إحنا بنحاكي مثلا رسمة معينة حلو برضو نضيف لمستنا ما ينفع يعني كوبي بيست ننسخها جميل ماذا عن رسمك على الأواني؟ الأواني والأثاث؟ الرسم على الأواني صراحة الناس شجعتني فيه يعني الناس مثلا جيب لي كوبها يلا أرسبيه لنا مثلا أحد يجيب لي جاكيتا يجيب لي مثلا الشناط برضو وزي ما ذكرت يعني التجديد بالخامات غير كذا أنه يعزز الثقة بالنفس يعني لما يشوف الناس ترغب مثلا فنة أو تعطيه مثلا الأدوات وزي كذا نرسم عليها أحس كذا أعزز الثقتي بنفسي وغير كذا أنه تجديد يعني إن شاء الله تبارك الله طب لو قلنا الآن نجلة متجهة إلى أنت بدأت في بزنس صح بزنس معك لك طيب هل هنقول فيه بزنس نانية وهو دورات تدريبية هل تعطيه دروس تدريبية لفنة تشكيلي؟ أي أكيد مجالي في الدورات التدريبية من تقريبا ثمان سنوات بدأتها دورات أولاين بعد كذا يعني الآن أولاين مباشرة طبعا دورة الضربة الواحدة موجودة حاليا متاحة وحاليا برضو أحضر لدورة رسم العين بالألوان الخشبية ودورة الأكريلك جميل طبقتي إلى الثقة بالنفس ولابد أن يكون الشخص دي ثقة بما يقدم هل لا يعني فيه نصيحة ممكن أنت تقدميها لكل شخص مقبل على رسم يعني يتكلم شوي عن فن هو متميز فيه باحترافية ولكن متخوف شوي من الظهور على الساحة نصيحتي يعني مهما كنت إحنا ما بدأنا على طول يعني محترفين بدأنا مبتدئين لازم تتطور تسأل تحضر معارض الدورات التدريبية متاحة الآن موجودة حتى أولاين يعني في ناس من آخر العالم يشتركون وغير كذا يعني أي كلمة تجيك لا تتحطم يعني حفز نفسك استلهم الأفكار من غيرك خلينا نتكلم الآن على صعوبات نجلاء العامل وش الصعوبات اللي واجهتيها ممكن أنت ذكرتي أن في بعض الضغوطات تجي بعض الكلام الانتقادات الهدامة ما راح نقول لبناء لأنه ما راح حتى لو هذا نمده دائما طب وش الصعوبات اللي واجهتها نجلاء بعدها تسول فينا على الرسول أيوة الحمد لله أنا لقيت الدعم صراحة من أهل إيمان اللي حولي يعني ما في صعوبات قوية إلا ما كان مثلا يعني بعد الدراسة يعني تعارفين مثلا ظروف الأحداث الحياة ظروف الأولاد وكذا بس أبدا لا تخلينها عائق أيوة حاولي على أقل تخصصين لو جزء باليوم نص ساعة ساعة تمارسين فيها ونفس الوقت تطورين نفسك فيها يعني ممكن تشرحيننا شوي عن سبب تسمية هذير النوع من الرسم بالضربة الواحدة ليش سميت بهذا الاسم اللي أنت الآن أتوقع هي اللي أنت رسمتها هي اللي رسمتها بضربة الواحدة بس قبل أن تشرحيننا رسمة نبغى نعرف سبب تسمية هذا الفن من الرسم بالضربة الواحدة أيوة ضربة واحدة هو يسمى أنا مثل ما ذكرت أدمج لونين بفرشات واحدة بضربة واحدة أرسمها يعني عبدا ما يعتمد برضو على الورد ممكن أرسم زخارب أرسم حروف غير كده ممكن نستفيد منها برضو مثل التوزيعات الأعياد توزيعات المناسبات كلها يعني ممكن خامات مختلفة جميل أنت قلت تعطين دورات وفي الآن حصري دورات الضربة الواحدة مثلا نجيت أنا أقول نجلة أنا أتعلم فن الضربة الواحدة كم يبي لي مدة هذا وإذا قلنا أنا عندي شغاف ومتحمس ومرة أبي أتعلم فن الضربة الواحدة كم يبي لي مدة تقريبية هو ما في مدة معينة حسب قدرتك حسب ممارستك المستمرة طول ما أنت تمارس باستمرار طول ما أريد اليد تتطور أي بمعنى فن الضربة الواحدة هل هو لمبتدئ أو لمرحلة متقدمة لا لا في مبتدئين يدخلون وبالعكس الآن ما شاء الله يعني ماسكي مشاريع ما شاء الله جميل نعطيك العافية نجلة العامر فنانة تشكيلية طبعا تكلمنا عن أنواع الفن اللي أتقنتها ومنه هو فن الضربة الواحدة والخمات اللي رسمت عليها نتمنى لك التوفيق دل أمانا نعطيك العافية شكرا لكم